اللي عيخلي يوسف يشارك في الملعب مفروض ان هو يشارك قناعاته صح كده اين اشرف داري اين واين 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 اين لو اتكلمنا اين من هنا للاسبوع اللي جاي مش هنخلص ده ياخدنا لحتة تانية وهي لمسة ناصر منسي بتسجيل الهدف التعادل حقيقي بعد اول تغيير في الوقت الصحيح بالنسبة لنادي الزمالك بالمناسبة خلينا اقول لك مفاجأة اقول لجمهور نادي الزمالك مفاجأة ناصر منسي كان تم تبليغه ان هو راحل من نادي الزمالك ان هو ماشي وتبلغ اللاعب بالمناسبة يعني في حد جوا نادي الزمالك بلغه قال له انت مش تكون موجود معنا الفترة اللي جاية تخيل انت ان ناصر ماهر عفوا ناصر منسي بينزل مع اول لمسة بيسجل هدف بياخد جايزة رجل المباراة مش بس كده لأ ده انا هديك التقيلة بقى ده بيسجل الركلة الترجحية اللي خلت الزمالك يفوز بالسوبر لك انت تخيل ان لاعب اتى من بعيد لاعب كان برا الصورة بشكل كبير جدا اتبلغ ان هو ماشي هو سوبر المباراة بص بص انا بس عايز اقول لك ايه عايز اقول لك هو ده الفرق بقى في الروح اللي دايما كان الناجي الاهلي بيرهن عليها كان دايما جمهور الناجي الاهلي بيقول لك ايه طبعا ده بص دي كانت نقطة مفصلية انا انا عارف اللي انا عايز اقول لك لا الشناوي لا الشناوي انا جيله بس خلينا انت بص عاية تطلعني ما علينا انا جيل محمد الشناوي لكن عايز باتس اخلص من جزئة يحيا عطية يحيا في الكورة دي انا مش عارف هو كان بيفكر ازاي الحقيقة لاعب لاعب ضهره ضهره وشه وشه المرمى وشه المرمى فالف به الف به انت لعب دولي كبير جدا الف به ان انت لو عايز طلع الكورة طلعها برا ببطن رجلك طلعها طلعها في التماس ولكن انت وشك للمرمى رجعها الحرس للمرمى طلعها في التماس لكن انك انت تجازف في الحتة دي وتعمل الكورة بكعب رجلك بالطريقة دي لا انا بقول لك وبحملك مسئولية هدف التعادل لا مش بس كده كمان ده يا عطيوة الله اهضر كمان ركلة الجزاء يعني خليني اقول لك بص بقى سيبك من مواجهة جرماه يكيني اللي كانوا اول مشاركتين بالنسبة لياحيي عطيوة الله ولكن انا بالنسبة لي انا شخصيا قناقض رياضي انا بالنسبة لي اقدر اقيم يحيي عطيوة الله في مباراة بحجم وقيمة نادي الزمالك كان اهتيار كلها غلط في اختيار عطيوة اه طبعا مجاسفة بشكل كبير جدا مجاسفة ليه مجاسفة لان انا لما كون جايب لعب لسه بيلعب معي ديربي لو انا مش واصق في شخصية اللاعب ده وانا شايف منه ان في خطأ في خطأ اللاعب تسبب فيه والخطأ ده اصفر عن ان هدف يخش في مرماية اللي هو اللي هو العرضية اللي عملها عمر جابر ونصر منسي حطها في محمد الشنو بطريقة غريبة جدا وهنيجي لها ولكن اللي انا عايز اقوله ان انا ما ينفعش اجازف بلاعب زي ده يحيي عطيوة الله بقى شخصيته هدبان في المباراة اللي جاية خلاص مباراة الزمالك عدت واللاعب كان جزء كبير ومتسبب بشكل كبير جدا في هزيمة الناجي الاهلي مش هو بس لا ده حدس ولا حرج هنيجي نتكلم في الجزائي دي ولكن كان من احد الاسباب اللي تسببت في خصارة الناجي الاهلي لقب قر جديد وبعدان خلي بالك ده الزمالك بيفوز لتاني مرة بعد تلاتين عام على النادي الاهلي في الصبر الافريكي يعني اصبحت بطولة مستعصية على النادي الاهلي